اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذاب ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم انصر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله اللهم انصرهم أينما كانوا يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأراضين يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا للقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوفٌ رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سقطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين حيّ على الفلاح